الأقمال الصناعية الدكتور هشام الهاشمي خبير جماعات المتشددة تبعت معنا طبعا التقليل الذي تحدث عن قتل كديك طبعا نتحدث عن شخص من أهم مؤسسي هذه الوكالة ماذا يعني ذلك لداعش؟ يعني أنهم فقدوا تلك الكارزمة التي تعطيهم القدرة على غواية الكثير من الجنود على رفع معنويات جنودهم بمفقدهم أو بهلاك أبو محمد فرقان مؤسسة الفرقان في العام الماضي واليوم هذه كارثة كبيرة بمقتل ريان المشعل أو محمد براكداك هذه خسارة كبيرة بالنسبة إليهم في سبع الشهور الأخيرة تابعت إصدارات وبيانات هذا التنظيم المتطرف واضح أن هناك خط تنازلي لعدم قدرتهم على غواية من يتابعهم من أنصارهم أو من ربما يتعاطف معهم كل بياناتهم وإصداراتهم التي زادت عن 183 إصدار مرئي وصوتي في سبعة شهور كانت هي عبارة عن دفاعية يائسة من النجاة والحياة وهي تتوعد بمعارك دموية تختلف عن تلك الإصدارات التي كانت قبل هذه الفترة بالتالي أظن أن نموذجهم في الإعلام وسحرهم في الإعلام فقد خصوصيته وميزته خاصة القدرة على الغواية سواء كانت الغواية الدينية العقائدية أو الغواية المحترفة التي كانوا يمارسونها من خلال استخدامهم للمونتاج والكاميرات خسارتهم لمثل هذه الشخصية مؤسس أو أحد مؤسسين أعماق أظن سوف تجعلهم في نوع من التخبط كما حصل بعد مقتل أبو محمد فرقان دكتور وائل حينما بدأت مرئياتهم وصوتياتهم تأخذ بالتنازل حتى وصلت أنها ليست من تلك التي تتابع أو يهتم بها حتى من قبل أنصارهم طيب داعش معروف دكتور هشام بسيطرته المركزية السارمة على وسائل إعلامه بسقوط أحد مؤسسي وكلة أعماق بسقوط أحد مؤسسي البروباغاندا الإعلامية لداعش إلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى إضعاف إعلام داعش الذي يعتدن عليه حقيقة ديوان الإعلام المركزي يرتبط مباشرة باللجنة المفوضة والتي ترتبط هي بدورها بشكل مباشر بالبغدادي وبالتالي هم يعطون أهمية كبيرة الإعلام ربما يعطونه حتى من مخصصاتهم المالية التي ينفقونها على عملياتهم الإرهابية ينفقون على إعلام أكثر من 30% هم لديهم ديوان الإعلام المركزي الذي يقوده أبو خالد بشير المصلاوي بعد هلاك أبو محمد فرقان هذه الشخصية لديها الكثير من المساعدين في ما تعرف بولاياتهم 35% أو بدواوينهم 14% أو حتى في مكاتبهم وحياتهم الخارجية الخمسة كل هذه لديهم شبكة مراسلين وشبكة من يستعمل الصورة والصوت في نقل الخبر المباشر لكن الإصدار المعين من مؤسسة الفرقان أو الحياة أو غيرها من المؤسسات الصوتية والمرئية هذه ينبغى أن يطلع عليها اللجنة المفوضة وحتى البغدادية والبيانات مثل أعماق تحتاج إلى شخص هم يعتبرونه ثقة وأمين وممن كان له تاريخ إرهابي مثلهم فقدانهم مثل هذا الشخصية أظن سوف يعطل العاجل من بياناتهم ويراكم عليهم الكثير من الخسار نعم طيب دكتور هشام تعودنا قبل فترة أو قبل سنوات على داعش بالبروباقاندا الإعلامية بالفيديوهات الأخراجية المونتاج تستخدم تأثيرات المؤسسات الصوتية والفنية عالية الدقة خلال العام الماضي لم نشهد ذلك يعني كيف أضعفت وسائل الإعلام في داعش خلال العام الماضي يعني فيما يبدني أنه هناك ضعف واضح بعد مقتل أبو محمد العدناني أولا هذا الناطق باسمهم وأيضا بعد مقتل أبو محمد فرقان وهو المسؤول على ديوان الإعلام المركزي كلاهما كان يمتلك خصائص يكمل بعضهما البعض في مادة الإعلام كثير من الأجانب الذين جاءوا من أوروبا أيضا كانوا يساعدونهم كثيرا في عملية هذه الغوايا الإعلامية التي يستعملونها هؤلاء منهم من قتل وبعضهم من عاد وهرب إلى البلد التي جاء منها النتيجة أنهم فقدوا المهارات والمساعدين والخبراء الذين كانوا يعينونهم على صناعة هذه الغوايا الكبيرة التي كنا نشهدها قبل سبع شهور طيب كيف يمكن أن يؤثر استمرار ضعف هذا الإعلام استمرار ضعف داعش إعلاميا على قدرة التنظيم في التواصل في إعلام الجمهور في استخدام الإعلام كما كان يستخدمه من قبل بالتأكيد خسارة هذا التنظيم لركنه الأساسي وهو الإعلام هو سلاحه الأهم ولذلك حينما يقتل أو يهلك أحد الإعلاميين نجد أن هذا التنظيم المتطرف يخصه ببيان ويخصه بصورة وربما حتى بإصدار خاص ويلقبه مجاهد أنت أيها الإعلامي دليل على أنه يرى أن نصف معاركهم مع الجهات التي تقاتلهم في مكافحة الإرهاب تعتمد على الإعلام عليه خسارتهم الإعلام خسروا نصف جيشهم وخسروا معظم قدرتهم على التواصل مع الآخرين من الأنصار والمتعاطفين معهم شكرا جزيلا لك دكتور هشام الهاشيمي الخبيف شؤون جماعات المتشددة كنت معنا براخمة صناعية مباشرة من بغداد